لسا مكملين معاكو أخبارنا متنوعة ونروح لمنتخب مصر الاقترب من خوض مباراتي والديتين في شهر سبتمبر المقبل بعد ما تلقى اتحاد القرى معلومات من الاتحاد الأفريقي تفيد بتأجيل مباراتي ملاوي في الجولتين الثالثة والربعة والله جما احنا قليني الكلام ده هنا في برنامج أخبارنا تقريبا من شهر لما قلنا علشان المنتخبات اللي رايحة كاس العالم اعترضت وقالت أنا ليه بدل ما أعمل لقاءات ودية قبل كاس العالم مع منتخبات كبيرة أروح ألاقي منتخبات ضعيفة وده هيأثر عليها في كاس العالم فبالطبع كان لازم يأجل قلنا إما هيأجل الجوالات أو اللقاءات اللي فيها عنديها في كاس العالم أو هيأجل كله وطبيعة الحال هيأجل كله وده الصح من وجهة نظرنا يعني البسيطة بأن كده كده أصلا البطولة اتأجلت فموضوع يعني واضح من شهر أو شهر ودوس طبعا احنا مستنيين وصول لبرتوغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب إلى مصر يوم 2 أغسطس المقبل لبدء مهام عمله الرسمية وإن شاء الله بعد وصول فيتوريا هيأسلم تصوره حول الموسم الجديد 2022-2023 للمسؤولين ونسيب منتخبنا وعازين نتكلم كمان قبل لسه بنروح لحكامنا المصريين الدوليين طبعا حكامنا كبار جدا أنا شايف أن فيه أقويل كتير على منتخب والراجل بيقول كلام تقرر ويقال كلام كل ما دريبين بيقولوه خلونا نسيب الراجل يشتغل كلام ده بنقوله مع أي حد بيجي إحنا مرناش مصالح مع حد مش مستنين من حد أي حاجة غير أن هو يعمل الصالح للقرى مصرية سيبه الراجل يشتغل ونشوف اللي جاية يكون عامل إيه